انفجار الوضع في المهرة بعد محاولة السعودية ادخال تعزيزات عسكرية جديدة الى الغيضة ووفق مصادر محلية فان العديد من المدرعات والاطقم العسكرية وناقلات كبيرة على متنها الكثير من الحاويات حاولت دخول منفذ شحن الا ان ابناء صحراء المهرة منعوا مرورها مصادر محلية افادت بتحليق مكثف لطائرات سعودية في سماء مديرية شحن وقيامها بقصف محيط تجمع المواطنين الرافضين لتواجد القوات السعودية والذين اجبروا التعزيزات العسكرية على التراجع لمسافة كبيرة على المنفذ واكدت المصادر بان تلك التعزيزات تم استقدامها من معسكر الخالدية التابع لقوات التحالف في محافظة حضرموت تات التعزيزات العسكرية بعد يوم واحد من قيام الجنود السعوديين بالشروع في تشييد مبان جديدة في منفذ صرفية الحدود مع سلطنة عمان وهو الامر الذي ادى الى صدام مع ابناء حوف المعتصمين امام المنفذ احتجاجا على انتهاك السيادة الوطنية لمحافظتهم ليست هذه المرة الاولى التي يرفض فيها ابناء المهرة دخول تعزيزات عسكرية فقد سبق ان تصدوا الاسبوع الماضي لمركبات عسكرية سعودية حاولت الدخول من منفذ شحن فيما تشهد المهرة اعتصامات سلمية منذ مطلع العام الماضي تطالب بخروج القوات السعودية وتسليم منفذي شحن وصرفية وميناء نشطون والغيظة للقوات المحلية لا يبدو في الافق حل للازمة فالسعودية لتزال مصرة على فرض سيطرتها العسكرية على المهرة رغما عن ارادة ابنائها وهي الارادة التي تترجم عمليا من خلال توافد مواطني المهرة الى المنافذ الحدودية لحماية محافظتهم مما يصفونه بالاحتلال السعودي ترجمة نانسي قنقر